ديما وحمدي شقيقان من قطاع غزة مزجا ألوان الرسم على الزجاج لتوفير لقمة العيش ومحاربة البطالة المستشرية نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء القطاع جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال عليهم منذ 11 عاماً إلى التفاصل ألوان وأشكال وفن لوحات وتصاميم تمزج بين التراث والحداثة هو عالم صغير رسم ملامحه إصرار الشقيقين ديما وحمدي على النجاح ورغبة بالتميز بدأت بفكرة تدفعها حاجة للعمل لم تتوقف أمام استحالات الفرص في القطاع الهدف من مشروعنا كان هو أنه إحنا كشباب معناش وظيفة أو ما منشتغل كنا حابين أن نستغل وقتنا ونعمل إشي أنه نوصل إشي للناس أنه عندنا أشياء توصل لبرا وللمجتمع المحلي كمان ومن خلالها قدرنا نوصل لشغلات أنه تترك بصمة إلنا يعني باسمنا في هذا المكان اجتمعت أفكار ديما وحمدي وموهبتيهما يخطون بألوانهم على الزجاج أروع الأعمال الخزافية التي تحاكي حاجات الزبائن في المواسم والمناسبات المختلفة بعد ما صار الحصار على قطاع غزة وتسكرت الطرق صارنا مستهدفين للناس في غزة بأن الحياة هنا رغبة لا حاجة فقط وإن كان واقع فلسطينيتهما صدمت أحلامهما بالحقيقة مرارا أنا وحمدي ما عناش هويات تخلين على غزة بتصريح الزيارة وما منقدر نطلع على نعمل أي معرض أو نتوجه لأي دولة عربية أو أجنبية لنعمل معارض بلشنا نشتغل نعمل معارض ونستهدف قوافل كسر الحصار وزوار لغزة الوفود الأجنبية وكنا من خلالها نوصل مثلا صورة صغيرة عن غزة مثلا أنه فيها إيش حلو أو ممكن نقدم إيش للناس تذكرنا فيه خطوط وأخرى تلون المساحات البيضاء لتنتج عملا فنيا له في النهاية قيمة خطت في القلوب منعك القناة رؤية غزة فلسطين